مباراة بقى تانية كانت في منتهى الإصارة في منتهى الإصارة المتخم الأنجولي النهاردة فاز على منتخم نميبيع 3-0 جيلسون دالا أحد أهم المتقلقين في هذه البطولة سجل الهدف الأول والهدف الثاني في ديئة 38 والديئة 41 والمتقلق بتاعنا احنا بقى بتاعنا احنا بتاع الدوري بتاعنا مبلوله سجل أحلى الأهداف الثلاثة سجل الهدف حلوة قوي النهاردة حلوة قوي في ديئة 66 المباراة دي السيناريو بتاعها كان ايه؟ منتخب أنجولا الحارس بتاعهم اتطرد في أول ربع ساعة أول 15 ديئة في ديئة 15 طرد فأنجولا الطبيعي يحصل فيها ايه؟ يبقى عندها مشكلة كبيرة في مباراة أكسرائية زي دي أنجولا سجلت هدف وهي بتلعب بعشر لعبين قدام حداشر لعب وبعد ما سجلت الهدف اتطرد من نبيب يلاعب بعشرة لد عشرة وقدر بعد كده أنجولا في الشهو التاني تسيطر طولا وعرضا وتكتسح هذه المباراة طب لقوله حكاية حكاية مهاجم زي ما بيقول الكتاب يا بغتل للتحاد السكندري ويا الشطارة للتحاد السكندري أنهم جابوا مهاجم زي ده في الدولة المصري واحد من أهم العناصر حكيي لك حكاية تحديدا في شهر 8 2021 شهر 8 2021 كابتن حسام حسن رشح لي الأستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد مبلوله قال له الراجل ده كويس فين بيلعب فين مبلوله ده يا حسام الأستاذ محمد مسلحي بيقول له حسام كابتن حسام حسن ومره ده بيلعب فين قال ده بيلعب في أول أغسطس الأنجولي تمام بعض الناس لامت على حسام حسن وكانت رفضة فكرة الصف كان بعض الناس في مجلس الإدارة والمحيطين بنادي الاتحاد قال له انت جاب لنا لعب بيلعب في أول أغسطس الأنجولي وبعدين في موسمين مع الفريق ده اللي هو أول أغسطس سجل أربع أهداف بس في دولة الأبطال فاللي هو أكيم مش مهاجم كبير فالكابتن حسام حسن عشان ده أسطورة الأساطير في هجوم مصر مهاجم يعني مهاجم يعني مجابوش التاريخ يعني في القرى الأفريقية يعني فقال لهم لا المهاجم ده جامد جدا وأنا مصر على الصفقة دي طيب أول أغسطس لما اللي تحبق بدأ يعرض على أول أغسطس الأنجولي إن هم يشتروا اللاعب طلبوا ما يعادل بالمصري خمسة مليون جنيه خمسة مليون جنيه فرد كابتن حسام حسن قال ليه أرسطس محمد بصرحي الصفقة بخمسة مليون جنيه فقالوا لأ كتير على مبلوله بصرع خمسة مليون جنيه يعني ليه مش مستهلة يعني فمهم يمين شمال مفاوضات مهم اللاعب خلص بكام يا جماعة الاتحاد سكندري بتلاتة مليون جنيه تلاتة مليون جنيه إيه بقى تلاتة مليون جنيه يعني بالدولار بيعني هيبقى حوالي كام يعني أقل من مئة ألف دولار الاتحاد خلص في مبلوله واحد من أهم المهاجمين كاس الأهم الأفريقية واحد من أهم المهاجمين في الدورة المصري بأقل من مئة ألف دولار بيان اللي أصدره الاتحاد وقت التعاقد مع مبلولو كان فيه إشادة باللعب الإشادة اللي جات من الكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن طيب في 2022 و2023 مبلولو خد هدف الدوري بنصيد 16 هدف ودي في أمم أفراقيا مسجل 3 أهداف دلوقتي ومن هدفين البطولة وبالمناسبة يعني بالمناسبة التلات أهداف اللي سجلهم النهاردة مبلولو دول بيخلوه يعادل رجم فيلافيو فاكرين فيلافيو أماده فيلافيو بتاع الأهلي المواجم العظيم ده كمان إنه هو سجل 3 أهداف مع أنجولا في بطولة واحدة النهاردة مبلولو عمل زي فيلافيو بسجل 3 أهداف في بطولة واحدة الكاس الأمم فعادل رقم واحد من أساطير أنجولا طبعا أماده فيلافيو طيب بعد المباراة النهاردة عشان تعرفوا أهمية اللاعب دلوقتي بعض الناس كتبت على موقع X تويتر السابقة يعني كتبوا أو يعني شبهوا بليفندوفيسكي شبهوا مابلولو بليفندوفيسكي واحد تاني شبهوا مسعود أزيل تفاهم الأسماء اللي حم نتكلم عنها أسماء عظيمة وكبيرة بيشبهوا مابلولو بليفندوفيسكي ومسعود أزيل معاش دي أزيل بصراحة بس تمام يعني هتقول يعني تمام ليفندوفيسكي ده أتكلم على فكرة المهاجم يعني وزيل مش مهاجم صريحة يعني فمعرفش ليه ووزيل أشوال هو يعني فيه تفاصيل كده معرفش ليه اللي شبهوا بوزيل ده يعني أنا متأكد أنت اللواتي بتقولي يعني هتليفندوفيسكي اللي عدتها بس هو بمهاجم جامد جدا هو مهاجم جامد جدا طيب